اشتركوا في القناة لم تكن واضحة واهمها قولي في الفيديو اللي قبل هذه واللي قبلها ان عمر كان مصدق برسالة محمد كرسول من طرف الله وان عمر كان مؤمن ايمان صادق بالرسالة المحمدية اولا يجب ان يعلم المستمع امرين مهمين الامر الاول انا عندما احلل الاحداث التاريخية واتكلم عن المشروع الشيعي العلوي والمشروع السني العمري على حسب المصادر التاريخية التي بين ايدينا اليوم التي هي مشتتة ومتناقذة جدا وبعيدة كل البعد عن الواقع الذي ظهر فيه الاسلام اذا هذه المصادر التي اعتمد عليها من اجل الخروج بهذا التحليل هي مصادر ظهرت في القرن الثاني والثالث والرابع للهجري اي قرابة اثنين حتى الاربع قرون من ظهور الاسلام اي تقريبا من بداية الدولة العباسية الى ان وصلت اوجها اي باحث تاريخي صادق ومنطقي ويعتمد على الاسلوب العلمي في البحث التاريخي يصل الى قناعة بالادلة ان الاسلام الذي وصل الينا اليوم بكتبه وبقرآنه وباحاديثه وبداريخه وبكل ما يحتوي من معتقدات هو من صنع عباسي مئة في المئة من بين سنة 750 ميلادي وسنة قرابة الف الف ومئة ميلادي اي بعد قرنين من ظهور الاسلام تم صنع كل هذه المعتقدات وكل هذه الافكار حتى العلم حتى العلم انتع محمد اللي تكلموا عليه تولي هو قلك العلم بتاع القاعدة اليوم او بتاع الدولة الاسلامية هو في الحقيقة عالم عباسي مئة في المئة اذا انا عندما نتكلم عن المشروع السني والشيعي واتكلم عن هذه الشخصيات الاسلامية اعتمد هذه المصادر التي بين ايدينا والتي اقول واكد انها ظهرت متأخرة جدا وانها عن التاريخ امتاحها يعني عندها تقريبا الف سنة اما السؤال الذي يطرح نفسه هل بالفعل هذه المصادر التي بين ايدينا تنقل لنا الواقع بالفعل كما وقع عند ظهور الاسلام في الجزيرة العربية هل بالفعل محمد موجود وان كان موجود هل كان بالفعل كما يصفه التاريخ الذي وصل الينا وهل الصحابة كانوا بالفعل كما تصفهم هذه الكتب والخلافة والقصص حول الحروب والفتوحات والغزوات وماذا وقع بعد موت محمد والحروب اللي وقعت وشخصية خالد بن الوليد وشخصية ابو بكر وشخصية عمر وشخصية علي وغيرها من القصص التي وصلت الينا الان هل بالفعل هي التصف حالة دقيقة لما وقع في ذلك الوقت كما قلت اي انسان باحث تاريخي منطقي وعقلاني محايد سوف يقول لك ان كل التاريخ الاسلامي وكل الاسلام بكل مذاهبه وبكل افكاره وبكل شخصيته تم تدوينه في بداية العصر العباسي ولكن السؤال هل كان يعبر على الواقع كل باحث يقول لك لا لماذا؟ لان بكل بساطة ليس لدينا مصدر اخر غير المصدر الاسلامي يؤكد هذا الكلام فليس من المعقول ظهور شخصية كمحمد وخوضه حروب كبيرة في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية ولم تتكلم عليها الحضارة الاخرى لا الحباشية ولا الفارسية ولا البيزنطية ولو حتى بتلميح إذن هذا خلينا نشكوا اللي كل القصة الإسلامية وقصة محمد وقصة الصحابة والحروب متاعه لكلها تم تأليفها بعد قرنين ثلاثة قرون وتم المبالغة فيها باش منقولوش اللي هذوم الشخصيات ما توجدوش بالكل قطر ما نجموش ننقروهم فهمت ولكن نقولو اللي تمت المبالغة وأن الإسلام الذي ظهر في الجزيرة العربية ليس هو الإسلام الذي وصل إلينا اليوم وإنما الذي وصل إلينا اليوم هو إسلام تم تأليفه منذ ألف سنة في بداية الخلافة العباسية إذن وقتا نقول أن عمر بن الخطاب كان يؤمن بمحمد إيمان مطلق وما كانش يؤمن بأن الرسالة تتواصل بعده في أهل بيته أعتمد على هذه المصادر التي بين أيدينا وأعتمد على إعتقادات السنة وكيفاش توا السنة يشوفوا المشروع السني كيما وقتها نتكلم على الشيعة نتكلم على حسب مفهوم الشيعة في الوقت الحاضر المشكلة والمصيبة أن توا السنة والشيعة بانين كل واحد المعتقدم تاعه على أشيات كتبة 300 و 400 سنة بعد موت محمد هل في عهد محمد وبعد محمد كان هناك خلاف بين الشيعة والسنة كما نعرفوه اليوم هذا ليس موضوعنا الآن وإنما هنا نحن نحاول أن نتكلم عن المشروع الشيعة والسني الذي تمتد مشاكله إلى وقتنا الحاضر كما ألف منذ ألف سنة في عهد الخلافة العباسية أما كيف ظهر الإسلام بالفعل وكيف تطور وكيف وصل إلى قيام الخلافة العباسية هذا موضوع آخر يمكن نطرحه في فيديوهات أخرى والآن نعود إلى المشروع العمري السني الإسلامي كما وصل إلينا من المصادر الإسلامية بعد ما أخذ عثمان الخلافة ووعد أن يسير على سيرة الشيخين استغل بنؤمي الوضع من أجل تقوية أنفسهم وخاصة أن عثمان شخصيته نوعا ما ضعيفة ومن جهة أخرى عنده نقطة ضعف العيلته اللي هما الأمويين ولكن علي كان متفطن هذا كالشي وبدأ يقوي في روحه أكثر وأكثر ولكن في الجهة الغير عربية وتبنى بنؤمية اللي نعرفوهم هما الطلقاء أكثرهم اللي ما تدخلوا في الإسلام بالسيف خطر ما عندهم مش حتى خيار تبنىوا مشروع عمر السنية القراشي على خطر هو أكثر مشروع يناسبهم يناسبهمش المشروع متاع علي اللي يحرمهم من أن يمسكوا السلطة وهما الهدف متاحهم أنهم يستولوا على السلطة على خطر هما معتقدين أن محمد وبني هاشم خلقوا مسألة النبوة من أجل فقط الاستيلاء على الحكم واستطاعوا الأمويين أن يلموا حولهم كثير من الأعراب وكثير من العباد اللي يدخلوا في الإسلام بالقوة وكثير من العباد اللي يدخلوا للإسلام من أجل مصلحة سوى مادية سوى سياسية أو غيرها واستطاعوا أيضا أن يكسبوا أنصار في صفوف الشاميين الموالين لبيزنطة وحتى الشراء المرتزقة من السريانيين وغيرهم واستطاعوا أن يوحدوا أنفسهم ويكونوا قاعدة في منطقة الشام ولكن علي تفطن لهذاك الشيء وهو بدوره قام بالتحرك في المناطق المتحرة جديدة كما العراق وكما مصر وكسب أنصار خارج الإطار القراشي بينما المشروع الشيعي العلوي بدأ يتوسع أكثر فأكثر خاصة أن عدد الذين دخلوا في الإسلام من غير القراشيين ومن غير العرب أصبحوا كثيرين جدا وهذا قلب موازين القوة وأدى إلى ثورة كبيرة وقعت في المدينة أدت إلى مقتل عثمان بعد مقتل عثمان بايع كثير من العرب وخاصة من الأنصار وبعض القراشيين علي كخليفة بعد عثمان ولكن الأغلبية من أنصار المشروع العمري السني رفضوا البيعة قبل الأخذ بثار عثمان والتفوا كلهم حول عائشة لكي يطالبون بدم عثمان ورفضوا البيعة لعلي وقامت الحرب بينهم وبين علي في حرب الجمل التي انتهت بانتصار علي وخسرت عائشة وأنصار هالحرب وبايعوا أنصار عمر علي على الخلافة إذن اللي بايعوا علي على الخلافة زوزنواع النوع الأول اللي هما أصحاب المشروع الشيعي العلوي الذي بايعوه على أنه خليفة وإمام وأمير للمؤمنين والإمام الأول بعد محمد هذا النوع الأول أما النوع الثاني اللي بايعوه على الخلافة هم أنصار عمر أو ما يسمى أنصار المشروع العمري السني بايعوه على أساس أنه مجرد خليفة من الخلافة كيف أبو بكر كيف عمر كيف عثمان ولكن علي لا أستطاع أن يكون أحد الجميع لأن الأمويين أعلنوا أنهم لا يقبلوا بايعوه علي حتى يأخذوا الثائر عثمان وهنا علي قال لهم بايعوا منبعث لنشوف الثائر عثمان لكن هما رفضوا ووقعت ما يسمى بحرب صافين بين علي وبين الأمويين وانتهت برفع المصاح معاوية كان بشي يخسر الحرب في حرب صافين لكن في آخر لحظة أنقضوا عمرو بن العاس اللي معاوية عايت له قال له أنقذني من هذه الورطة لأن جيش علي كان أقوى من جيش معاوية وأكثر إيمان بالقضية متاعه ونعرف لأغلب جيش معاوية هم مرتزقة وعباد يتبعوا في المصلحة يا أخي عمرو بن العاس قال حل وهني جاب له فكرة رفع المصاح لأن عمرو بن العاس كان يعرف وفاهم اللي مبايعين علي زنواع نوع مبايعين على الإمامة ونوع مبايعين على الخلافة كما خلافة أبو بكر وعمر وعثمان هذا كعليش عمرو بن العاس اقترح على معاوية أن هي حكم بينه من علي القرآن ورفعوا المصاح وهكاكا جيش علي قسم إلى قسم قسم يقول نواصل الحرب وننتصر عليهم وهما الأشخاص اللي مبايعين على الإمامة والسماء والطاعة كليا بينما الأشخاص الأخرين اللي هما تابعين المشروع العمر السني طلبوا بتحكيم القرآن وتوقفة الحرب ووقعت الفتنة وقع انشقاق كبير في جيش علي هما اللي يطلق عليهم الخوارج هما أنصار المشروع العمري السني الذي لا يؤمنون بإمامة علي كإمام معصوم وإنما يؤمنوا به كخليفة يطيعونه عندما أطاع الله ويخالفونه عندما يعصي الله وعلي تخل في حرب كبيرة معاهم انتهت بمقتل علي وانتصار الأمويين واستلاهم على الخلافة وهكذا أصبحت الساحة فارغة للأمويين الذي تمكنوا بدهائهم أن يعقدوا الصلح مع الحسن بن علي على أساس أن معاوية يمسك الخلافة من بعد الحسن بن علي يأخذ الخلافة وبالطبع معاوية والأمويين كانوا يحبوا يربحوا وقت وغذروا بالحسن وقتلوه وتم تعين يزيد بن معاوية خليفة للمسلمين وخرش الحسين فقتله في كربلا ومن هناك بدأت ملاحقة لبنو هاشم من طرف الأمويين بينما المشروع العمري تقى في يد عبد الله بن الزبير الذي طالب يعوده يرجع الخلافة ولكن يزيد بن معاوية كما قضاء على الحسين تمكن من القضاء على عبد الله بن الزبير وأقام الأمويين الخلافة على قواعد المشروع العمري السني الذي يناسبهم لأنه يدعو العروبة ولكن لم يأخذوا منه جانب الشورى ومن هنا أخذوا فكرة الوراثة والإمامة من المشروع الشيعي العلوي ولاحقوا العلويين في كل مكان وأجبروهم على مغادرة الشرق الأوسط والهروب إلى نواحي الفرس ونواحي شمال إفريقيا ووقعت محاولة من داخل العائلة الأموية لعودة المشروع العمري السني من طرف عمر بن عبد العزيز ولكن بعد موته رجعت الأمور إلى الأمويين كما كانت واستطاع المد العلوي الشيعي أن يقوي نفسه في أطراف العالم الإسلامي والهجوم والهجوم على الأمويين والقضاء عليهم كليا في الشرق الأوسط وقيام الخلافة العباسية التي قامت على أساس تعيد الحق إلى أهل البيت وتطبيق المشروع العلوي ولكن بالطبع العباسيين لم يجدوا مصلحة في تطبيق المشروع العلوي لأنهم لو طبقوا المشروع العلوي سوف لا تكون لهم الخلافة إذن فعلوا مثل ما فعل الأمويين تبنوا المشروع العمري السني ولكن بدلوا فيه لكي يخدم مصالحهم ومن هنا بدأت الخلافة العباسية وبدأت ذدوين للتاريخ الإسلامي وللمذاهب الإسلامية يمكن أن نقول إن الإسلام الذي عنا الآن بكل مذاهبه واتجاهاته الفكرية والمذهبية لقد نشأ في عصر الخلافة العباسية وخرجت محاولات لتطبيق المشروع العلوي الشيعي مثل الدولة الفاطمية أو ما يطلق عليهم العبيديون ولكن سقطت في الأخير ومع اتساع العالم الإسلامي ودخول شعوب كثيرة الإسلام سقطت الخلافة العباسية وتم تعويضها بالخلافة العثمانية التركية وهذه بالطبع لم تتبنى المشروع العمر العروبي وإنما أخذت فقط المذهب السني الذي ظهر في عهد الخلافة العباسية تعرفون تومة في عهد الخلافة العباسية تم تقريبا القضاء كليا على المشروع الشيعي والمشروع السني وتحويلهم إلى مذاهب دينية وفكرية وفلسفية هذك عليش وقعت انشقاقات في المشروع الشيعي العلوي كما قلت ظهر الفاطميين والقرامطة وغيرهم من المذاهب في الحقيقة في عهد الخلافة العباسية استطاعت أن تلهي كل الأطراف بصراعات فكرية ومذهبية وفلسفية هذك عليش ظهرت هذا الكم الكبير من المذاهب ومن الأفكار اللي لهاتهم على المطالبة بالخلافة وبسقوط الخلافة العباسية ووصول الأطراك إلى الحكم والخلافة الإسلامية النجم يقول مات المشروع العمري والمشروع الشيعي وأصبحوا مذهبين موجودين في الدولة الإسلامية إلى قبل سقوط الخلافة العثمانية تم تحريك هؤلاء من أجل إسقاط الخلافة العثمانية وهذا سوف نعرف في الفيديو القادم وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر